هو واحد من أهم نجوم الكوميديان الفنان فؤاد المهندس اتونت فؤاد المهندس في 6 سبتمبر سنة 1924 في حي العباسية في القاهرة والده كان الأستاذ ذاكي المهندس من أعظم الأساذة المشجعين لحركة الطلاب اللي قامت بإشعال صورة 1919 ونائب رئيس المجمع العلمي كانت بداية الفنان فؤاد المهندس الفنية لما التحك بكلية التجارة وانضم لفرق التمثيل بالجمعة وشهد الفنان الراحل نجيب الرحاني واعجب فيه بمصرحية الدنيا على كاف عفري فانضم الفرقة المصرحية لعله يحظى بأحد الأدوار إلا أنه لم يساعده كثيرا وبعد وفاته انضم الفنان فؤاد المهندس لفرقة ساعة القلبك في مطلع الخمسينات وكانت هذه هي بدايته مع التمثيل قدم الفنان فؤاد المهندس 122 عمل فنيا بين السينما والمصرح والدراما من أشهر أعمال فنان فؤاد المهندس السينمائية أرض النفاق والعريس يصل غدا وعائلة زيزي واعترافات زوج والشموع السوداء وهارب من الزواج والعتب جزاز والبيل بواب مجريمة لرب وخلي بالك من جرانك شارك الفنان فؤاد المهندس في عدد كبير من المصرحيات كون سنائق مشترك مع شويكار ومن أهم أعماله المصرحية سيدة الجميلة والسكرتير الفني وأنها حقا عائلة محترمة وصق على بناتك وحوائل ساعة 12 وأنا فين وانتي فين وعلشان خاطر عيونك والبيجامل حمراء في الدراما قدم الفنان فؤاد المهندس عدد قليل من المسلسلات وأبرزها مسلسل عيون والدنيا لما تلف وأحلام العنقبوت وأزواج لكن غرباء قدم الفنان فؤاد المهندس واحد من أشهر أعماله اللي ارتبطت بشهر رمضان وهي فوزير عمه فؤاد اللي كان بيتابعها الكبار والصغار معه كما نقدم للإزاع واحد من أهم البرامج الإزاعية هو برنامج كلمتين وبس اللي كان بيناقش ما يحدث في مصر يوميا من أحداث وكان بيتابع الجمهور بشكل منتظم الساعة السامنة إلا خمسة صباحا أما عن حياته الشخصية فقال الفنان فؤاد المهندس على فكرة أنا ما تجوزتش في حياتي غير مرتين بس المرة الأولى من السيدة عفت سرور وبعدها الفنانة شوي كار إنما كان في شائعات زواجتني أكتر من عشرين مرة والزواج الأول كان تقليدان أكتر منه حبا كنت أسعى للاستقرار مع زوجة تساعدني على النجاح وتهيئ لي المناخ للعمل والإبداع وتبقى هي في المنزل وطرع الأولاد وده بقى كان تفكيري في الفترة دي ده اللي دفعني للزواج بها فقد كانت السيدة عفت عظيمة في كل شيء وكانت تتحمل غيابي عن المنزل كثيرا وسفرياتي بصفة مستمرة ولم تكن تتفهم طبيعة عملي بالشكل المطلوب ومن هنا اختلفنا وانفصلنا بسرعة ولكن ظلت علاقتنا في إطار من الاحترام والود والاتفاق على اسلوب تربية أبنئنا أحمد ومحمد واقتنعت تماما بإني أتركهم لها ترعاهم عن ثقة كاملة فهي أقدر مني بذلك إنها أول حب وآخر حب في حياتي كذا تحدث الفنان فؤاد المهندس عن زوجته شيقار وقال تفاهمنا من البداية سبب رئيسي في نجاحنا وقيامنا بتكوين دويت وفني الصمار لمدة عشرين سنة وكان مسيطر على الحركة المصرحية في مصر كنت سعيد معها في المنزل والعمل ولما سأل لماذا وقع الطلاق بعد زواج تجاوز العشرين سنة أجاب الأستاذ الانفصال جاء نتيجة ترقمات عديدة هبت على حياتنا في آخر عميل للزواج ورفض إن هو يقول أي شيء عن الترقمات دي وقال لأود تذكرها الآن لأنها أشياء صعبة بالنسبة لي ولكن ما زلنا أصدقاء حتى اليوم كانت نهاية فؤاد المهندس محزنة شنت جبهة الرفض على فؤاد المهندس هجوم عنيف بسبب موقفه المؤيد للسادات فقررت منع توزيع أفلامه خارج مصر ولكنه صمد واستمر لكنه عانى فيما بعد من جهود ونكران من قبل عدد كبير جدا من الفنانين كان فؤاد المهندس أول من وقف بجوارهم ومد ليهم يد العوان وبعدها شعر بالوحدة خاصة بعد وفاة صديق عمره ورفق مشواره الفني عبد المنع مدبولي ليرحل الفنان فؤاد المهندس عن عالمنا في 16 سبتمبر عام 2006 عن عمر 82 سنة وقالت خديمة الفنان فؤاد المهندس في تصرحات صحفية أنه قبل يموته بساعات قال لها وسعي وسعي خلي فريد شوق يدخل وقالت من الجواهرجي ابنة الفنانة شويكار أكتر من لقاء صاحبه التلفزيوني عامه فؤاد المهندس وصيب باكتئاب وبوادر زهايمر في آخر أيامه وكالا تذكر أحد سوى أمي الفنانة شويكار الله يرحمها خاصة بعد احتراق غرفته الخاصة اللي بتضم مقتنياته وذكرياته وأيضا بعد وفاة صديق عمره الفنان الراحل عبد المنع مدبولي أما ابن محمد فؤاد المهندس نفى كلام من ابنة الفنانة شويكار وقال إن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأضاف والدي كان يتمتع بذاكرة قوية حتى آخر أيامه وكان يتذكر الأحداث كلها دون نسيان شيء منها مضيفا إن حريك شقت والده الفنان فؤاد المهندس قبل وفاته بشهرين لم يؤثر على ذاكرته مطالبا بعدم تصديق هذه الشائعة وكشف ابن الفنان فؤاد المهندس سر الأول مرة عن شخصية الأستاذ وقال إنه كان بيأكل المانجو في الحمام حتى لا تتسخ ملابسه فلا يستمتع بأكلها إلا في الحمام ويستحم بعدها لأنه كان بيأكلها بشراها الله يرحم الأستاذ فؤاد المهندس ويتجاوز عن سياقاته لا حد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي أعطونسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أسيبكم في رعاية الله وأمنوا وحفظوا والسلام عليكم